السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج كل جديد النهاردة الحلقة بتاعتنا فقرتين الفقرة الأولى هتكون عن الهند ميد وعن ملابس الحيوانات الأليفة زي ما ناس كتير طلبت مني والفقرة التانية هتكون عن علاق سحر القرين هنبتدي الأول كده في الفقرة الأولى ونتكلم عن ملابس الحيوانات الأليفة زي ما ناس كتير جدا طلبت مني الحلقة دي طلبها مني من زمان وأنا النهاردة قررت أن أنا أنزلكوا باللبس وبالحاجات اللي احنا عاملينها في الأول كده أحب أقول لكم أنه الجروب اللي على الفيسبوك فاشون فور آنيمالز ده اللي لو حابين تتواصلوا وتشوفوا الموديلات وتشوفوا الكوليكشن الجديد معنا دلوقتي هو الثور قدامكو طبعا أنا عارفة أنه في ناس كتير قوي يعني مش حابة الموضوع ده وبتتري عليه وفي ناس كتير جدا بتعشق الكلاب وبتعشق القطط وبتعشق الحيوانات عموماً ومهتمة بيها جداً 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 زي ما أنا كمان مهتمة بيها وبعمل لها اللبس ده دي معينا الصورة دي صورة الفنانة الجميلة صارة نجيب والطأم ده طلعت ديه في مسلسل من المسلسلات اللي كانت معروضة قبل رمضان مسلسل إلا أنا وكانت واخد مني مجموعة كبيرة من اللبس عشان انتظهرت في المسلسل الكلبة الجميلة بتاعتها بومبون دي وزي ما أنتوا شايفين كده لابسة بلوفر ولابسة آيس كاب أو بندانا دي من الصور اللي أنا بحبها جداً ومن الصور الجميلة هي وكلبة بتاعتها دي بقى الحاجات الصيفي يعني دي حاجات بقى خفيفة كده عشان تتلبس الناس طلبتها كتير قوي قوي وده طبعاً ده تصميمي وتنفيذي وده كمان الصور اللي بتتعارد دي كلها من الناس اللي بعطولي الصور بتاعت اللبس دي الكلبة دي طبعاً بتاعتي أنا عيسي وده الكلبة دي بتاعت الفنانة الجميلة أميرة العيد دي سموكي وتلعت برضو في مسلسل برضو من مسلسلات الجميلة كل الصور دي صور لناس خدوا اللبس وعجبهم جداً ومبسوطين بيه قوي قوي وبعتوا الصور هتلاقوا كل الصور دي على الجروب فاشن فور أنيمالز على الفيسبوك دي حاجات كلها جديدة تصميمات لسه يعني ما نزلتش وطبعاً أصحاب الكلاب دول كلهم دول حبيبي وأصحابي اللي عايز بقى يتواصل واللي عايز يشوف موديلات جديدة يدخل على الفيسبوك دي الصور اللي أنا نزلتها لكم والحلقة دي أنا عارفة أني فيه ناس كتير جداً من زمان طلبينها مني والحقيقة ما كانش فيه فرصة أن أنا أنزل حاجات دي بس أنا قلت بقى يعني فقرة ترفيهية كده للعشاء الكلاب وعشاء القطط وعشاء الحيوانات الأليفة وأنا عارفة أنه فيه ناس كتير بتضحك على المواضيع دي بس فيه ناس كتير جداً جداً بتهتم لأن الحيوانات دي يعني يعني أنا عارفة أن فيه ناس بتقدرها والرحمة في قلوبهم الإنسانية بيهتموا وبيعتنوا بيها حتى كلاب الشارع وقطط الشارع وده اللي أنا بنادي بيه بصراحة ناس كتير جداً اللي بيدربوا وبيعذبوا الكلاب والقطط اللي في الشارع ياريت لو سمحتوا لو سمحتوا يبقى فيه شوية إنسانية يبقى فيه شوية رحمة الجو داخل الصيف داخل حر جداً داخل علينا ياريت نهتم ياريت اللي عنده على باب شقةه على باب عمرته على باب بيته حطوا شوية مية تاخدوا سواب كبير جداً جداً نحط كده على المناشر في البلكونات حاجة فيها مية للطير اللي بيبقى طاير ياريت بس نعلم أولادنا كمان يعملوا كده زينا عشان يطلعوا في قلوبهم رحمة وإنسانية أحب بعد كده بقى لما تشوفوا الفقرة دي أحب تبعتوا لي كده على الجروب رأيكم إيه في اللبس والناس أنا عارفة اللي أنا الكلاب بتاعتهم كنت قيلة لهم أنا عايزة الصور عشان هتنزل في حلقة من الحلقات أنا عارفة أنهم هيكونوا مبسوطين جدا جدا عايزين تتواصلوا عايزين موديلات تانية اتواصلوا معايا على الجروب Fashion for Animals والرقم بتاعي والرقم بتاعي هو موجود على الشاشة والرقم بتاعي برضو هيكون موجود ونشوف وننفذ كل اللي أنتو عايزينه الكوريشي كمان في حاجة تصيفي برضو كوريشي طبعا أنا بشجع الهندميت جدا جدا وكمان عندنا جروب أنا مش منزلها طبعا على الشاشة بس أنتو كلكم عارفينه جروب كل جديد في الأشغال اليدوية والفن والديكور لكل الناس اللي حابة تنزل شغلها وتعرض شغلها في الجروب ده وتسوق لشغلها اتفضلوا أهلا بيكم الجروب كبير والجروب ها هو كمان دي صفحة البرنامج سومة علي وبرنامج كل جديد اللي حابب يتواصل معانا اللي حابب ييجي معانا يشرفنا في البرنامج أهلا وسهلا بي واللي حابب أي استفسار أو أي سؤال دي صفحة البرنامج الفقرة دي فقرة بنعتبارها فقرة طرفي هي علشان الناس اللي طلبوا بتوع اللي بيحبوا الكلاب وبيحبوا القطط وكمان النسانيس والحاجات دي الجروب ده عشان تنزلوا فيه كل اللي انتو عايزينه كلابكو سوار كلابكو الأزياء الملابس فاحنا هنسمي الفقرة دي تصميم أزياء الحيوانات الأليفة دلوقتي بقى احنا خلصنا الفقرة الأولى وهندخل في الفقرة التانية نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بفقرتنا التانية انتظرونا متروحوش في أي مكان الفقرة التانية مع علاج سحر القريم اشتركوا في القناة